السلام عليكم طلاب الاعزاء الثاني سانة وعلمي اليوم رح ناخد حصة حل الاسئلة على درس ارتباط الجينات هلا قبل ما بلش نحل الاسئلة فيه فكرتين لازم احنا ناخدهم معين الاعتبار اثناء حل الاسئلة وهدول بتمنى تكتبوهم نوت عندكم على طرف الدوسية او على دفتر المهم ما ننساش هدول الفكرتين اللي انا بدي احكيهم اول اشي الاليلات المرتبطة اللي هي بتكون الاليلات السائدة يعني الارتباط بيكون بين الاليلات السائدة لو كان عندي الطراز الجيني جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول هدول بيكونوا على الكروموسوم موجودين بهاي الطريقة جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول الارتباط بين الاليلات السائدة انا بكتب الطراز الجيني الجينات السائدة المرتبطة مع بعض والمتنحية مرتبطة مع بعض تمام الا اذا قيدني او حدد في السؤال اذا حدد في السؤال اذا علمت ان الاليل جي كابتل مرتبط مع الاليل تي سمول هون قيدني قيدني قلي جي كابتل مرتبط مع تي سمول معناته بديكون الطراز الجيني كالتالي جي كابتل جي سمول الجي كابتل مرتبطة مع تي سمول وهون تي كابتل لانه قيدني فيها بالسؤال بس دائما الوضع الطبيعي ان الاليلات السائدة هي اللي بتكون مرتبطة مع بعض والمتنحية مرتبطة مع بعض تمام هاي اول فكرة الفكرة التانية في حال الارتباط وحدوث العبور الجيني تمام ارتباط وحدوث عبور جيني الصفات السائدة غير نقية غير نقية بتكون لي لانه الصفة اذا كانت نقية اذا كانت لانه ها اذا كانت الصفة نقية لا ينتج افراد بطرز جينية وشكلية جديدة يعني لو فرضنا انا عندي صفة سائدة نقية جي كابتل جي كابتل تي كابتل تي كابتل لو حدث عندي عبور جيني رح ينتج عندي جاميتات كلهم جي كابتل تي كابتل اذا ما رح يحدث عندي افراد جديدة بتراكيب جيني وصفات جديدة مش موجودة بالابون اذا دائما في السؤال اللي فيه ارتباط وحدوث عبور جيني المفروض الصفات السائدة تكون غير نقية يعني اذا ما قال لي اذا علمت ان صفة مثلا لون الجسم وحجم الجناح صفتين غير نقيتين اذا ما حدد اليوم بالسؤال بدي اعرف لحالي انهم غير نقية لانه في عندي افراد جديدة بتراكيب جينية جديدة نتجت عن العبور الجيني لا في عندي سؤال بالكتاب الدسيع بعد مزاوجة دبابة فاكه رماديتي لون طبيعية الاجنحة من ذكر اسود ضامر الاجنحة نتجت افراد بالاعداد التالية 475 رمادية طبيعية 475 سوداء ضامرة 25 ضامرة رمادية لاحظ في عندي اعداد قليلة ظهرت بطرز شكلية جديدة لم تكن بالابوين ضامرة رمادية الابوين كان رمادي طبيعي واسود ضامر هون عندي ضامر رمادي وفي عندي طبيعي اسود هدولا الاعداد القليلة هم عبارة عن افراد نتجوا عن العبور تمام اذا بما انه عندي عبور معناته الصفات السائدة لازم تكون غير نقية تمام خلينا نشوف اذا علمت ان جي كابتل هو الليل الجسم الرمادي وجي سمول الليل الجسم الاسود وتي كابتل اجنحة طبيعية تي سمول اجنحة ضامرة والمطلوب ما هي الترز الجينية للابوين لاحظ ما قال لي رمادية طبيعية نقية او غير نقية ما حدد لي انا بدي اعرف انها غير نقية لانه في عندي عبور اذا الطرز الجينية للابوين رح يكون الام غير نقية هيها جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول هاي طرز الجينية للانثى والذكر احكالي اسود ضامر اوريدي هي صفة متنحية رح تكون بهاي الطريقة اسود ضامر اذا انا كتبت الطرز الجينية للابوين اذا هاي انا كتبا لكم ملاحظة بما انه حصل عبور ونتجت افراد بتراكيب جينية شكلية جديدة المعناته الصفة السائدة غير نقية تمام اوكي هلأ طالب مني الجاميتات الناتجة عن الارتباط والجاميتات الناتجة عن العبور احنا تعلمنا بالحصص الماضية كيف منطلع الجاميتات الناتجة عن الارتباط والعبور لو اخذنا على جنب حكينا الطرز الجيني للانثى رح يكون جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول شو عرفني انها غير نقية حكينا لانه في عندي افراد ناتجة بتراكيب جينية يعني حصل عبور جيني والذكر كان عندي جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول هاي الطرز الجينية للأبوين أو للذكر والأنثى الدبابة هلأ طالب مني الطرز الجينية للجاميتات الجاميتات هلأ الأنثى بما أنه حدث عبور لازم يكون في عندي أربع جاميتات هاي جاميتين جي تي فاصلة جي تي هاي جاميت هاي جاميت هدول نتجوا عن الارتباط يعني ما حدث عبور وجاميتين نتجوا عن العبور إنه تي إجت محل تي سمول إجت محل تي كابتل والتي كابتل محل تي سمول وهي جي وهي جي أربع جاميتات لأنه في عندي عبور جيني والأب رح يمتج عندي أربع جاميتات إلهم نفس الطراز بأخذ طراز واحد تمام إذن هدولا الجاميتين ناتجين عن الارتباط وهدولا الجاميتين ناتجين عن العبور إذن طالب مني ماء الطرز الجينية للجاميتات الناتج عن الارتباط هاي هم والناتج عن العبور هاي هم اللي هم متبادل بين المحتوى الوراثي تمام هلأ طالب مني ما نسبة الانفصال ما نسبة الانفصال لنسبة العبور أو نسبة ظهور تراكيب جيني جديدة تمام وتعلمنا نسبة الانفصال أو نسبة العبور تساوي عدد الأفراد الناتجة عن العبور العدد الكلي ضرب 100% الناتج عن العبور 25 زائد 25 على العدد الكلي للأفراد 475 زائد 475 زائد 25 زائد 25 تمام بطلع الناتج 50 على 100 ضرب 100% إذن نسبة العبور 5% 5% نسبة العبور المطلوب الرابع طلب مني نسبة الارتباط أنا تعلمت أنه نسبة الارتباط تساوي 100 ناقص العبور إذن 100% ناقص العبور 5% إذن نسبة الارتباط عبارة عن 95% هلأ في سؤال طالب مني المسافة المسافة بين جيني الصفتين تمام المسافة بين جيني الصفتين كل 1% عبور يعادل وحدة خريطة جينية واحدة يعني أنا بعبر عن كل 1% عبور 1 وحدة خريطة اللي هي وحدة الخريطة الجينية ووحدة المسافة بين الجينات هاي وحدة خريطة جينية اللي هي بنحكي لها وحدة قياس المسافة بين الجينات كأنه بسألني كم المسافة بين الجينين هايو كم المسافة بين الجينين إذا بما إنه كل 1% عبور يعادل وحدة مسافة إذن أنا عندي العبور 5% الآن 5% معناته المسافة راح تكون 5 وحدات خريطة جينية تمام؟ طيب شباب أنا يعني لاحظ عندي استخدمت هذا القانون اللي هو نسبة العبور تساوي عدد الأفراد الناتجة على العدد الكل في المية في مية بالمية لما كان عندي عدد الأفراد أكتر من مية يعني أنا عندي عدد الأفراد الناتجة كلهم أكتر من مية ما بقدر أطلع نسبة العبور إلا إذا اشتغلت على هذا القانون لكن لاحظ في عندي السؤال هاي السؤال هنا عدد الأفراد الناتجة مجموع الأفراد الناتجة مية لما يكون عندي مجموع الأفراد الناتجة مية سهل كتير أعرف نسبة الارتباط ونسبة العبور يعني هون مثلا 4.5% ملون مجعد و4.5% عديمة النون ملساء بالنسبة البذور الدرة المذكورة بالسؤال خلص المسافة بين الجينات أو نسبة العبور 4.5% زائد 4.5% بتطلع المسافة بتطلع نسبة العبور 9% جمعناهم 9% وبالتالي المسافة بين جينات الصفتين 9 وحدة خريطة جينية لأنه أنا بعرف كل 1% تعادل 1 وحدة خريطة من خريطة الجينات أو المسافة ما بين جينات الصفتين لاحظ هنا السؤال ما حكالي عن لون الجسم وحجم الجناح سألني عن ذرة في نوع من الذرة لون البذور وشكلها صفتان مرتبطة هاي جا بصيرة الارتباط إذا أنا بعرف إنه هدول الصفتين في بينهم ارتباط إذا أنا عرفت إنه السؤال فيه ارتباط مش شرط يكون عندي لون الجسم وحجم الجناح ممكن يجوب لي سؤال ارتباط على أي كائن حي لكن بلمح لي بالسؤال إنه في عندي ارتباط صفتان مرتبطتان وقال لي صفت وجود اللون الأملس اللون سي سوري اللي هو وجود اللون وجود اللون أملس سائد على عدم وجود اللون سي سمول والبدور الملساء اسكابيتل سائد على المجاعدة فإذا جري أجرى أو أجري تلقيح بين نبات يحمل الصفتين السائدتين بصورة غير نقية أعطاني إنه بصورة غير نقية والآخر متنحيتين ونتجة أفراد تحمل إذن أنا عندي بما إنه حدث نتجت عندي أفراد يعني بالأعداد والنسبة التالية إنه في عندي أفراد بأعداد قليلة حملت صفات أو طرس شكلية غير موجودة في الأبوين الأبوين عندي في عندي الأبوين كمان مرة لأنه نكج عندي أفراد بي صفات جديدة مش موجودة بالأبوين وأعداد قليلة بعرف إنه السؤال هذا مرتبط وفي عبور تمام اللي طلب مني زي ما حكيت لكم نسبة العبور اللي هي مجموع الأفراد الناتجة عن العبور لأنه العدد الكلمية تمام ونسبة الارتباط 45.5 وخمسة واربعين ونص اللي هي 91 91 نسبة الارتباط ولو قلنا 100 ناقص سعب تطلع 91 طالب مني الأفراد الناتجة عن العبور والأفراد الناتجة عن عدم عن الارتباط الأفراد الناتجة عن العبور اللي هم اللي بيحملوا صفات أو طرز شكلية غير موجودة في الأبوين هاي هم ملونة مجاعدة وعديمة اللون مجاعدة وهي طرازهم الجيني بسؤال دبابة الفاكهة الليل لون الجسم الرمادي جي كبتل ساعد على الليل الأسود جي سمول وجين الأجنحة جي كبتل ساعد على الأجنحات جي سمول تلقيح وعند تلقيح ذكر دبابة فاكهة أسود الجسم ضامر الأجنحة مع أنثى رمادية الجسم طبيعية الأجنحة ذكر لغير متماثلة الأليلات ظهرت الأعداد التالية تمام بما أنه عندي بيسألني عن ذبابة الفاكهة لون الجسم وحجم الأجنحة إذا أصبح هذا سؤال ارتباط هاي أول إشي لأنه لون الجسم وحجم الأجنحة صفتين الليلاتهم مرتبطات على الكروموسوم نفسه تمام وبما أنه ظهر عندي أفراد جديدة بصفات بأعداد قليلة وصفات أو تراكيب شكلية جديدة مش موجود عند الأبوين إذن هون في عندي ارتباط وحدوث العبور اكتب الطرز الجينية للأبوين لصفتين معا الأبوين اللي هي الأنسة راح تكون جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول والذكر راح يكون جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول من نص السؤال اكتب الطرز الجينية لجاميتات الأم مميزا بين الجاميتات الناتجة عن العبور والجاميتات الناتجة عن عدم العبور عدم العبور يعني الارتباط باجي بقول جاميتات الأم راح يكون عندي اتنين هاي هالأم اتنين ناتجين عن الارتباط هاي جي تي مرتبطة مع بعض وهاي جي تي مرتبطة مع بعض هدولا جاميتات لانه طلب مني ميز بينهم ناتجة عن عدم العبور وفي عندي هاي الأم والأب لا طالب مني هي بس بالنسبة للأم سوري والناتجة عن العبور رح تكون بهاي الطريقة جاميتين هلا بتبادلوا التي مع التي كابتل هيها وجي كابتل والتي كابتل مع التي سمول هيها وجي سمول هدول جاميتات ناتجة عن العبور تمام اكتبوا الطرز الجينية للأفراد الناتجة عن العبور الأفراد الناتجة عن العبور يعني بدي أخذ الجاميتات الناتجة عن العبور وأزاوجهم للأم وأزاوجهم مع جاميتات الأب جاميتات الأب أنا عندي طراز واحد تمام؟ جاميات الأبطراز واحد جي سمول تي سمول هاي جي سمول تي سمول مرة بزاوجه مع الجامية هات هايو جي كابتل تي سمول فاصلة ومرة هايو جي سمول تي سمول بزاوجه مع الجامية التاني اللي هو هاد جي سمول تي كابتل هدول أفراد نتجت عن العبور ما المسافة بين جيني لون الجسم وحجم الجناح المسافة زي ما حكيت لكم كل واحد بالمية عبور تعادل واحد وحدة خريطية هلأ العبور 4 زائد 5 جمعت لأنه العدد الأفراد 100 زي ما قلت لكم ما استخدمت القانون 4 زائد 5 يساوي 9 تمام 9 بالمية عبور معناته 9 وحدة خريطة جينية اللي هي المسافة طيب ما نمط الوراثة والسيادة نمط الوراثة غير مندلية جينات مرتبطة لازم أحكي له إنها جينات مرتبطة والسيادة تامة أكيد تامة لأنه جي كابتل مع جسمول أعطاني اللون الرمادي كيف تؤدي عملية العبور بين الجينات إلى ظهور أفراد ذات تركيب جيني جديدة يؤدي إلى انفصال بين الجينات ويعطي فرصا للتنوع هلأ عندنا السؤال هذا حل واجب بتخلوه بتبعتو لي على الخاص السؤال الثاني هذا اللي على الرسم هاي بتتمنى تحلو ليه كمان واجب وهنا في عندي سؤال برضو واجب ضروري السؤال هذا رح أحلو أنا وياكم لأنه في فكرة جديدة الرجل سليم من مرض عمل ألوان رمز لا عدم الإصابة اللي هو سليم بي كابتل وسليم من نزف الدم أتش كابتل تزوج من فتاة سليمة من كلا المرضين فأنجبا طفلين ذكرين الأول سليم من عمل ألوان مصاب بنزف الدم والثاني مصاب بعمل ألوان وسليم من نزف الدم وعلى فرض عدم حدوث العبور عدم حدوث العبور الكلمة هاي أو هذا المصطلح بدلني على إنه جين عمل ألوان ونزف الدم مرتبطة على الكروموسوم الجنسي نفسه نفسه والمطلوب أكتب الطرز الجينية للرجل والزوجة والجاميتات وأكتب الطرز الجينية والشكل للأبناء وما نوع الوراب تمام هلأ خلينا نشوف السؤال الرجل سليم من مرض عمل ألوان وسليم من نزف الدم عمل ألوان ونزف الدم صفات مرتبطة بالجنس معناته هدول الصفتين مرتبطتين على الكروموسوم الجنسي X اضطراز الكروموسوم الجنسي للرجل X Y تمام هاي الرجل X Y هلأ سليم من عمل ألوان B وسليم من نزف الدم H تزوج من فتاة الفتاة سليمة من نزف الدم الفتاة سليمة من كلا المرضين بس ما حكالي هل هي سليمة حاملة ولا سليمة غير حاملة اللي الإصابة وبالتالي بدي أعرف الطرز الجينية للأم من خلال الأبناء أنجبا طفلين ذكرين الطفل الأول هايو هاي الطفل الأول X Y الأول سليم من عمل ألوان مصاب بنزف الدم سليم من عمل ألوان B كابتل مصاب بنزف الدم H اسمول والثاني والثاني الطفل الثاني تمام مصاب بعمل ألوان X Y مصاب بعمل ألوان و سليم من نزف الدم تمام وعلى فرض عدم حدوث عبور أكتب الطرز الجينية للرجل والفتاة أنا بعرف بدي أعرف الأم أول إشي عشان أجاوب على السؤال ألف الأم بما أنه Y هاي توارثت من الأب الذكر إذن X هاي كاملة موروثة من الأم إذن الأم X B كابتل H اسمول لاحظ أنا حملت الكروموسوم كامل لأنه كله كامل جاي من الأم والجينات مرتبطة عليه الليلات مرتبطة عليه هاي والاب والابن الثاني الواي جاي من الأب والإكس الثاني جاي من عند الأم بي سمول H كابتل إذن عرفت الطراز الجيني للأم المطلوب صار معاي الطراز الجيني للأب هايو والطراز الجيني للأم هايها للرجل والزوجة وبدو الجاميتات الجاميتات انقسام منصف الجاميتات انقسام منصف هاي ون إن فاصلة وهيوان إن هاي الإكس عليها البي كابتل أتش كابتل والأم هيوان إن وهيوان إن فاصلة بينهم لازم بين الجاميتات البي أتش والبي أتش تمام؟ هاي كتبتهم الترج الجينية والشكلية للأبناء على طول بعمل مربع بنت وبحط جاميتات الأب وجاميتات الأم جاميتات الأب إكس بي أتش ووي وجاميتات الأم إكس بي أتش سمول وإكس بي أتش إذن طلعت أنا هلأ وان إن مع وان إن إكس إكس بي كابتل أتش سمول بي كابتل أتش كابتل هنا إكس واي بي كابتل أتش سمول عندي هون إكس إكس بي سمول هاي اللي هي أتش كابتل وبي كابتل اللي هي هاي أتش كابتل هلأ هاي مع هاي إكس بي أتش واي كابتل هاي الطرز الجينية للأبناء أو للأفراد الناتج الشكلية أنا باجي باكتب له فوقهم وبترك له المربع في الوزارة إذا جاب لي سؤال زيك لأنه هاي أنا أعطتك الجينية والشكلية الجينية اللي هون أنثى الشكلية أنثى سليمة من عمى الألوان نقية وسليمة من نزف الدم حاملة هون ذكر سليمة من عمى الألوان مصاب بنزف الدم وهون أنثى طبعا سليمة من عمى الألوان حاملة وسليمة من نزف الدم نقية وهذا ذكر مصاب بعمى الألوان وسليم من نزف الدم المطلوب اللي بعده ما نوع الوراثة أنا عندي نوع الوراثة في السؤال غير مندلية مرتبطة بالجنس تمام وصفتي عمى الألوان أو اللي لي اللي لي عمى الألوان جيناتها سوري ميس غير مندلية مرتبطة بالجنس كما مر أسف ميس غير مندلية مرتبطة بالجنس وصفة عمى الألوان وصفة عمى الألوان ونزف الدم جيناتها مرتبطة تمام هاي نوع الوراثة إذن لازم أقول غير مندلية وفي عندي صفات مرتبطة بالجنس وكمان إنه صفة عمى الألوان ونزف الدم جيناتها مرتبطة هذا السؤال برضو برضو واجب ياريت تحلوه بشبه هذا السؤال ما رح أحلو أنا لأنه في فكرة نفس الفكرة هاي بدي تتمرنوا عليه وأحلوها إنتو وهيك بنكون حلينا الأمثلة على أو بعض الأمثلة على المرتبطة بالجنس شوري ارتباط الجينات بتمنى باقي الأسل اللي ما حلناها بتحلوهم زي ما حكيت بعتولي على الخاص الحصة الجاي إن شاء الله رح ناخد الخريطة الجينية ويعطيكم العافية